بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل اليوم باقي تطبيقات Liner Momentum Equation وإذا ما شفنا المحاضرة الماضية لما الفلات بليت تحرك in the same jet direction النهاردة هنشوف إذا كان البليت بيتحرك against jet direction نفس اللي عملنا هناك في المحاضرة باختار control volume عندي السطح سموز يبقى سرعة الدخول هي سرعة اللي هناك استعمل نبص سرعة الدخول هنا ايه أنا عندي السرعة اللي خارجة من هنا V1 طب اللي هتصل الى السطح هنا كام هي relative loss يبقى Vr1 برا عن V1 minus U لأنها U عكس الـ X فتصبح V1 plus U وبالتالت نعكس برضو الى V1 plus U لأن السطح نعم يبقى في الحالة دي نبتد نطبق المعادلة بتاعتنا طبق mass conservation equation يبقى A نوزل V نوزل بتساوي A1 Vr1 بتساوي A2 Vr2 وطبق المومنتم equation يبقى Fx بتساوي الدخول minus rho Vr1 A1 وبعدين أضربها في الفلص Vr1 هتساوي minus rho V1 plus U في A1 في V1 plus U أنا عندي المقدار ده كله بيمثل Q يبقى Fx بتساوي minus rho Q V1 plus U ودي الفرص exerted on fluid الفرص on the surface بتبقى عكسها on blood عكسها في الإشارة وتساويها في المقدار the same magnitude but opposite direction كذلك زي ما احنا قلنا pressure force بصفر والوزن بصفر لأننا عندي pressure force بصفر مفتوح الأتمسفير ومعنديش سريان عشان قدر أقول الماس قد إيه لأنه كله سريان external بالتالي بصل إلى أنه Rx بتساوي V1 plus U لو أنت بصيت الحركة في حالة نفس الاتجاه كان V minus U في عكس الاتجاه V plus U إحنا بنقول أنه الحركة في عكس الاتجاه دي ولدنا فكرة البامبس والكمبريسوس الحركة في دي كانت الفكرة للتربن مع بعض الموديفكيشن زي ما هنشوف إن شاء الله مجلس لأيضور للك ماشي لما في حالة بتحرك في نفس الحركة أنا بس بحصل على طاقة يبقى فيه Power Developed نقدرها عبارة عن Rx مضروبة في السرعة U في حالة لما أنا بحرك عكس الحركة أنا ببزل طاقة يبقى فيه Consumed Power نقدرها عبارة عن Rx في U زي ما شوفنا هذه التطبيقات مهمة جدا جدا لأنها بتديني البيزيكس اللي أقدر أنا أطبق بها Linear Momentum Equation وشكرا ونستكمل محاضرة قادمة باقي التطبيقات